صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على مؤشر أداء تغير المناخ الصادر عن مؤسسة جيرمن ووتش لحماية البيئة لعام 2024 الذي أشار إلى حصول مصر على المركز الثاني والعشرين من بين ثلاث وستين دولة في المؤشر مسجلة واحدا وستين فاصل ثمانية نقطة حصلت مصر على المركز الثاني بعد المغرب على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أشار التقرير إلى أن مصر قد اتخذت إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح